ليه بعد زي ما حارك بتقول مرة عليها تعريبا ثلاثة قرن ستة وستين سنة مرة هو ليه السخونة بتزداد كل ما بعدنا عن التاريخ المفروض انه الامور تهدأ لانك ساعات بتقرى الحاضر بلغة الماضي هي دي المشكلة اللي هنعفها دايما وساعات بتقرى الماضي بلغة الحاضر بينما الماضي يجب ان يقرأ بلغة الماضي والحاضر يقرأ بلغة الحاضر والمستقبل ايضا يقرأ بلغة المستقبل انت لما تيجي النهاردة زي انبالح كان عندنا جهدك كبير جدا حرب اليمن قال اخطى عبد الناصر الدكتورة هودة بالدافع وهي استاذة علم السياسية بالدرجة الاولى يعني وتاريخ سياسي لما طبعا هي بنت جميل عبد الناصر في النهاية وخالت ان حرب اليمن لا يجب ان تدرس هكذا ده انا عندي وسائق وعندي ورق وعندي اجتماع مجلس رئاسة ومين قال ايه وكان رأي والدي ايه ورأي الاخرين ايه حتى اجد ان القرار كان قرارا جماعيا بلحد كبير جدا وكان في حاجة اسمها قرار جماعي في 13 يوليو والله اشوف لانا اكتشفت حولي حاجة اهم حاجة عايزة ركز عليها نهاردة معاك المراجعة التي رجعها عبد الناصر لسياساته ده قال في حق نفسه كلام خطير ده قال كلمة نظامنا العفن العفن وبعد النكسة ونرجع لمحاضر لجنة التنفسية العليا سوف تدهش ويصيب قدر من الانبهار الكلام اللي قدوله ده انت نفسك تقوله دلوقتي مش عاملين اتاحة للمحاضر دي حاولت تذهب لدوح لا 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 ده عبد الناصر عمله جهود لأبوها ما يعملوش مين باحث ممكن اطلع الكلام ده اراءه على الموقع على طول على طول تضغط تجيب اي شوف كل الخطب والاحاديث والاغاني والصور وجريدة مصر الناتقة عملت مجهود ضخم ودخلته مكتبة الاسكندرية هي بتدينا المعلومة واحنا بنارشف وننظم قال امتى نظامونا العفن قال بعد سورة ناكسة خمس سبعة وستين يعني شوف بص اغسطس سبتمبر اكتوبر سبعة وستين اجتماعات مهولة مخيفة بالانتقاد واحنا غلطنا في كذا وده شيء سيء يعني تقراه قدر كبير جدا من النقد الزاتي الذي لا يقدر عليه زعيم في السلطة